لا شك أن الحج فيه جزء من التدافع فيه جزء من الازدحام فيه جزء من الإثار التواضع الاستباق مع الحملة إيش ممكن يكون الشيء اللي يخليه يحاول قدر المستطاع يضبط نفسه على هذه الالتزامات خلينا سألك سؤال هو حيجيب على هذا الكلام الآن لو قلت لك إيهاب أباك تمشي من هنا لمكة المكرمة بس إذا وصلت مكة في كل الصعاب ماشي أو خلينا نقول دراجة خلينا نسهل لك طيب يعني دراجةها مشي أنا لا خليها مشي يلا نرجع التالي مشي بس إذا وصلت مكة لك مليار ريال مو مليون مليار تمشي أو لا تمشي والله إيش أقول لك المعد في إذني بيقول لي علي النعمة أمشي كلنا نحن نمشي صحيح مليار ريال نحن خلينا نحط الرقم هذا مثلا إيوك مثلا فهتوكع الله ويقول يلا هتمشي طيب قدامك واجهتك صعب وإنت أفترض أنك بالدراجة تعطلت الدراجة هتكمل مشي ولا لا الشرط أنك توصل أن يوصل خلال يومين شوف خلال يومين أو خلينا نقول خمسة أيام خلينا الحج نفسه بداية يوم ثمانية إلى المتعجل فخلال الخمسة أيام هذه إذا وصلت خلال خمسة أيام فلك مليار ريال أي صعاب تواجهك هتتحداها وتكمل ولا لا إلا أكيد المكافأة عظيم صح مبلغ عظيم طيب الآن الأعظم هو المكافأة التي وعدنا الله سبحانه وتعالى بها إذن أي صعوبة تأتي أرجع مرة ثانية أحط الرؤية وهنا نقول دائما المؤثر تمام أو المثير والاستجابة أو السبب والأثر لو عندي علبة بيبسي خضيتها 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 وبعدين جيت فكيتها فجأة إيش هيصير حطيش تطلع بره طيب لو تركتها أو قلبتها وخبطت عليها هذا اللي يستخدم البعض فكيتها ما حطيش هذه هي اللي هي المساحة اللي تركها الإنسان لنفسه في الاختيارات فإذن لو جاني أي مؤثر عشان يستفزني ما تكون الاستجابة فورية أدرب نفسي في الحج وما بعد الحج أمشي عن نفس الاستراتيجية عشان يكون أثر التدريب الرباني في الحياة الواقعية فأترك هذه المساحة للتفكير والاختيار فما تكون ردة فعلي ومعظم المشاكل والمصائب والكوارث اللي تحصل بين البشر وتنتهي قد تنتهي حتى بالقتل اللي هو انفعالي أو الطلاق أو لأنه ما تركه مجال لعملية الاختيار أو المساحة هذه فإذا كل ما تجي له مشكلة يترك المساحة دي ويفكر أنه ترى ما بدي أخسر الأجر العظيم اللي أنا جيت على شعنه فإنه يكون ضبط النفس وضبط الذات زي ما نقول يتذكر بالحافز نعم الحافز يضحي بالتعصيب وغير ليش أنا جيت حجيت ليش بدلت الغالي والنفيس خاصة بعد مرة السعودية بيجي بيبيع أو بيكون عنده مبلغ مخصص طول عمر واشتغل على شعنه ترجمة نانسي قنقر